شاركت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في القمة الثقافية 2017 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتي تنظمها هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ويشارك في القمة مجموعة كبيرة من الشخصيات العالمية والعربية من صناع قرار وأدباء وفنانين وأكاديميين وغيرهم وأكدت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة الحرص على تعزيز الحراك الثقافي في أوطاننا العربية والسعي للقاء الآخر وبناء جسور التواصل معه بما يرتقي بمجتمعاتنا لأن الثقافة بوابة للتنمية في كل النواحي الاجتماعية ومنها الاقتصادية وأشادت معاليها بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الترويج لغنى الثقافة العربية التي يحق للجميع أن يفخر بها مشيرة إلى تكامل هذه الجهود بما تبذله على ذات الصعيد مملكة البحرين من صناعة حراك ثقافي يشكل نقطة جذب حضاري إلى المنطقة كلها ونوهت معاليها بأن هيئة الثقافة تعمل حاليا على التحضير لإطلاق برنامج سنة 2018 حيث تكون مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية ويستكمل العمل في طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو ترجمة نانسي قنقر